اليوم أنا لح أكون معاكم لحالي ينادي عندها تصوير والموضوع اللي قلتلكم عنه اللي لأول مرة منطرحه بصحصح وأنا أول مرة صراحة بقرأ عنه مقالة بعنوان التنمر الزوجي ماذا يعني؟ كلنا صرنا وعيين أطفالنا صاروا نوعا ما وعيين ومنحاول أن نرفع مستوى التوعية حول موضوع التنمر في المدارس التنمر بين الأصدقاء التنمر بين زملاء العمل ولكن التنمر بين الأزواج مصطلح نوعا ما جديد ولأول مرة منسمع فيه لأنه المشاكل بين الأزواج دائما تندرج تحت بند الخلافات الزوجية والكل بيحكي عن الخلافات الزوجية ولكن ماذا لو كنت متزوج من إمرأة متنمرة؟ وماذا لو أنت كنت مرتبطة بزوج متنمر؟ التنمر شو بيختلف عن الخلاف أو عن العنف الزوجي؟ والعنف حكينا مرارا وتكرارا مش بالضرورة يكون جسدي وأنه ممكن يكون لفضي أيضا وممكن يكون من خلال إهانات حتى بالنظرة ممكن أنه جوزك يعنفك المتنمر الفرق بأنه أنت ما بتكون يعاملة أي خطأ بس هو شديد الانتقاد ودائم الانتقاد لتصرفاتك ونفس الكلام على الزوجة بتلاقيها الزوج دائما عنده شعور بالزمد دائما حاسز أنه هو مقصر دائما حاسز أنه هو لا يستحق محبة هذه المرأة لأنه هي كثيرة اللوم ولكن هذا طلع بعلم النفس اسمه تنمر زوجي وهو غير مرتبط بجنس واحد هو مرتبط بالشخصية بسلوكيات الشخص نفسه فالموضوع ممكن يكون صادر من المرأة لزوجها والعكس صحيح في سيدة بتقول وبتشرح عن حالتها بهالدراسة اللي عرضت على موقع الجزيرة الإخباري بعنوان وصلت إلى طريق مسدود معه حكت السيدة بحزن وألم بأنه زوجها بدأت تظهر عليه علامات التنمر اتجاهها وأهم هذه العلامات تمثلت به كثرة اللوم الصوت العالي الغضب الدائم الانتقاد المستمر للطعام والملابس ولطريقة الكلام ولكل تفاصيل حياتها بالإضافة إلى افتعال المشاكل اليومية والتجاهل المتعمد والمقصود أصبح لا يتحدث معي أمام الأولاد إلا بنبرة عدائية صراخ دائم بدون سبب وبسبب يعني بكل الأوقات هو دائما عصبي وعدائي مزاجه متقلب باستمرار لا يعجبه أي شيء ويحاول بشتى الوسائل توجيه الاتهامات الباطلة لبدء الشجار معي المشكلة بموضوع التنمر بأنه عادة أي اتنين بيتخانقوا وأي اتنين بيصير في بينهم خلافات ولكن لما طرف من الأطراف يكون شاعر بأنه هو ما غلط وهو ما عمل إشي غلط وهو ما داية اللي أمامه ولا تصرف تصرف بيزعج الطرف الآخر لما يتعرض للوم بيشعر بالظلم والشعور بالظلم كفيل بإيصال العلاقة لحائط مسدود الشخص لما بيشعر بالظلم بمكان عمله بيبدأ يدور على شغل تاني وبس يجيه الفرصة بيترك الشخص لما بيشعر بالظلم بين أهله بيتعقد الشخص لما بيشعر بالظلم بين أصدقائه كمان بيت يعني هذا الحكي بيسبب له اضطرابات نفسية المواقع اللي أنت مثلاً أمك وأبوك تداش تتركهم حتى لو أنت شاعر أنهم ظالمينك بس باقي ما تبقى يمكن فيه إشي بيأخذ وقت أطول يمكن فيه إشي بتقول بدي أضحي أكتر مثل الزواج إذا فيه أبناء إذا فيه أولاد أو حتى لو ما فيه الناس بتضحي كتير لاتكمل هالحلم اللي بدأته حلم الاستقرار وحلم الحب ولكن لما شخص بيشعر بأنه دائماً مظلوم بهاي العلاقة هو رح يوصل لمكان ويقول لا أنا باستحق أكتر وأنا باستاهل أكتر وأنا باستاهل أني أنا أكون سعيد أو أنت بتستاهلي أنك تكوني سعيدة هلأ ليش إحنا عم نحكي عن التنمر وما عم نسميه خلافات زوجية الخلافات الزوجية هي اللي بتطرأ يعني أنتوا تنين بتكونوا بتعرفوا بعيد خطبتوا وتجوزتوا في كتير تفاصيل يمكن ما كنتوا متعودين عليها لما تعيشوا تحت سقف واحد فبتطرأ خلافات التنمر مختلف كيف انتي شفتي كيف بياكل أثناء فترة الخطبة جوزته وكنت حابة كل إشي وما كنت تنتقدي فجأة بعد ما جوزته صرت تقولي له ما بحب كيف بتاكل ما بحب كيف تشرب الشاي ما بحب كيف بتلبس طب ما هو كان يأكل هيك كان يشرب الشاي هيك كان يلبس هيك ليه ما كنا نحكي قبل ليه ما بعدنا مدام هذا الموضوع كتير مش عاش بك فالانتقاد المستمر بيخلي هذا الرجل يشعر وأنا هون رح أحكي عن الشق الثاني عن شق الزوجة المتنمر ولكن خلينا نبدأ بالزوجة المتنمرة هي بتفكر حالها أنه هي ستة كتير منيحة ومش مؤسرة بالبيت وداير بالها على حالها وداير بالها على جوزها وعلى أولادها بس أنت لما بتضلك دائما كثيرة اللوم وكثيرة الانتقاد هذا الحكي بيطفش الرجل وهذا الحكي بيخلي الرجل يوصل لمرحلة يشعر بأنه هو غير سعيد وبعض الرجال عندهم الجرأة الكافية أنهم يطلعوا من هاي العلاقة وينفصلوا ويبعدوا عنك تماما وبعض الرجال اللي ما عندهم هاي الشجاعة ممكن أنه يصير يدور على امرأة تانية تحسسوا بأنه وسيم تحسسوا بأنه لبسه حلو أنه طريقة أكله حلوة وأنه سلوكياته حلوة وأنه نغش لما أنت تظل تنتقدي نكته طبعا هو كان ينكت قبل يعني أنا اللي عم بحكيه أنه إذا فيه إشي كنت تعرفيه وبعدين صرت تنتقديه بكثرة هذا يعتبر تنمر لأنه ما عم بيعمل إشي عشان يدايقك هاي طبيعته بالنسبة للزوج المتنمر الزوج المتنمر اللي إذا بيكون معصب برا أو مش عارف يحقق رجولته في مكان عمله بيجي بده يتشاطر عليكي بده يتشاطر عليكي أنه ينتقدك ويقلل منك وفي بعض الأوقات للأسف في بعض الرجال بيهينوا زوجاتهم بينتقدك أمام الناس بينتقد أهلك كل شي بتعمليه ما بيعجبك هذا كله يندرج أيضا تحت بند التنمر الزوجي والمشكلة عند بعض السيدات أنه إحنا بنصير نخلق لهم أعذار هو مش دائما هيك هو كتير أوقات بيكون منيح أنت بيطلع لك رجل يكون معاك منيح طوال الوقت مش عمزاجه ومش بالوقت اللي هو فيه رايق بيكون منيح يعني إحنا كمان ليش مننسى الإساءة ومنعظم اللحظات الحلوة اللي كتير قليلة بتكون هلا أنا ما عام بحكي كلنا مش كاملين وكلنا عنا لحظات ضعف ولحظات عصبية ولحظات غضب ولكن لحظات الغضب مش بالضرورة أنه ينتقدك فيها بقدر أنه يعصب بقدر أنه يزعل بتقدروا أنكم تختلفوا على موضوع تختلفوا على سلوك الطفل تختلفوا على المدرسة اللي بتكم تحطوه فيها تختلفوا على كتير تفاصيل بس مش انتقاد لاذع لشخصك لتصرفاتك لملابسك لطريقة حكيك لأهلك هاي كل هالأمور مش طبيعية هلا إلها حل إلها حل رح نعطيكي مجموعة من الحلول للتعامل مع الزوج المتنمر وأنا بعتقد أنه هي بتنطبق على الزوج والزوجة المتنمرة وكمان إذا بتحبوا تشاركونا إذا بتحبوا تحكولي عن تجاربكم الشخصية أو عن نماذج شفتوها على أرض الواقع رقمنا هو 06569-099 ما تعتقد بأنه هاي القصة ما إلها حل زي الخلافات الزوجية البعض منها إذا قدرنا أن نوصل للسبب بنقدر أن نوصل للحل والتواصل دائما مهم جدا بأي علاقة عاطفية لما منتواصل مع بعض لما منسمع بعض ومنفهم بعض منقدر أن نوصل لحل ولما يكونوا التنين جديين في الحفاظ على هذه العلاقة دائما في حلول ودائما بتقدروا أنكم توصلوا لبر الأمان رقمنا هو 06569-099 وبحب أسمع أصواتكم وهلأ بدي أعطيكم مجموعة من الحلول أو طرق للتعامل الصحيح مع الشخص المتنمر في العلاقة العاطفية أول حل اللي بيحكوا عنه العلماء النفسيين هو الوضوح وتحديد الحدود اللي لازم الشخص التاني ما يتعداها بمعنى هون عم بيحكوا عن الحزم المتنمر عادة بالعلاقات العاطفية بيكون عنده وسيلة لاستهداف الطرف الآخر اللي ما عنده حدود واضحة في التعامل مثلا من أول مرة انتقد شخص من عائلتك على طول بقول له هذا خط أحمر انتقد طريقة ما بتاكلي طريقة ما بتلبسي من الأول بده يكون في خطوط حمراء وحدود حمراء هاي لو سمحت ما تتعداها أنا ما عم بحكي عن الأمثلة اللي عم بحكيهم هاي بتختلف من كل علاقة لعلاقة بس إحنا لما منتعرض للانتقاد بنعرف بأنه الشخص اللي أمامنا تخطى حدوده فما تفكروا أنه الحدود بس بتنحط مع الغرباء أيضا مع الأشخاص المقربين منا أيضا مع الأزواج وأنا كتير بشوف أزواج بينهم حدوده وعلاقتهم ولا أجمل ولا أحلى من هيك علاقة صحية جدا لما كل شخص عارف حدوده كل شخص بيعرف أنه هاي الأمور بالنسبة للطرف الآخر ممنوع الحديث فيها ما منعرج عليها ما مننتقدها حتى لو بمزح ما كل شي بيبدأ بمزح وبعدين بيقلب جد حتى الضرب بيبدأ بمزح وبيقلب جد فبالتالي الحزم والوضوح لازم يكون واضح من أول العلاقة ومن بداية العلاقة والأشخاص عفكرة الوعيين والمدركين والمتصالحين مع نفسهم بتلاقيهم حتى من فترة التعارف بعرفوا أنهم يحطوا حدود وهاي العلاقات بتنجح وبتستمر لأنه كل واحد كل طرف من الطرفين بيحترم حدود الطرف الآخر سح رح أعطيكم مجموعة هيك من النصائح السريعة للتعامل مع الزوج أو الزوجة المتنمرة أول نصيحة ما تكرروا الخطأ نفسه بمعنى هو انتقدك ما برجع بانتقده لأنه هون رح ندخل بدائرة لا تنتهي من الخلافات والمشاكل والتصعيد والأذى النفسي لكل الطرفين شو اللي بنعمله ما بنظهر أيرة فعل لما شخص بيتنمر يعني شخص بيوصفك بما لا يشبهك أو بأشياء بالفعل ما بتعبر عنك ولا أنت عملتيها أو أي ظلم بيحكي أي عبارة بتظلمك أي عبارة فيها أحكام مسبقة أسكتي ما تظهري أي ردة فعل لعدة أسباب هلأ بعرف أنه هاي بدها قوة كتير لأن الواحد بيكون كتير مغلول وكتير بده يجاو بده يرده بده يدافع عن نفسه صراخ بصراخ وكله حكي فاضي وكله بيروح ولا أي جملة بتنسمع الكلام الصح أنه أنا أقول له إذا كررت هذا الموقف رح أعمل واحد اثنين ثلاثة إذا تكرر هذا الموقف أنا رح أطلع من هاي العلاقة نهائيا واعملي هذا الكلام ونفذي هون اللي أمامك بيخاف هون اللي أمامك بيقلق هون اللي أمامك بيشعر أنه تغيرت نبرة الصوت بس تنين عم نصرخ تنين عم ننتقد تنين عم نشتم بعد تنين عم نحكي حكي ما بيوصل لأي محل يعني أنا جيبوا لي نموذج هيك قضوا حياتهم ووصلوا لحلول هم يكملوا نمط الحياة زي ما هو من أول يوم لآخر يوم تالت نصيحة كمان صارحي بحرية بينيله أنه اللي بيعمله غير مقبول مش أنت بتحكي ودائما بتخلييله أعزار أنه هو مرات بيكون منيح لما يكون منيح احكي معه وصارحي بكل الأمور اللي هو بيحكيها لما يكون معصب أو لما يكون زعلان أو لما ما يأخذ البدوية أو 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 كمان شغلة ما تتجاهلي هذا التصرف يعني بعد ما تلفت نظره للموضوع إذا تكرر ما تتجاهلي ولا تعتبري أنه الموضوع عادي ولا تستقلي بقيمة حالك كتير يا جماعة الخير الشخص اللي بيتعرض للتنمر سواء كان رجل أو امرأة ما بتصدقوا أدي داخل بذات حيطان البيت الواحد يعني تخيلوا إحنا لما أنا بتعرض للتنمر من الغريب وبتدايق تخيلوا لما أتعرض للتنمر من شخص قريب كتير من شخص بيعرف نقاط ضعفي من شخص بيعرف أنا شو بيزعجني وشو بيدايقني أدي الأذى مضاعف مضروب بألف فلهيك إذا صارت أنت مو فاهمة أصلا قدي بدك وقت لتتعافي من هذا الأذى النفسي ما ترضخي وتفكري أنه أنا عادي أعيش هيك ما هو مرات بيكون منيح هذا الإشي دمار كامل وشامل لإلك قبل ما يكون دمار للعلاقة نفسها صح الصح صح 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 مارو دانا اشتركوا في القناة